تحياتي لجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم سيكون الدرس السادس من شرحي لبرنامج Lightroom نصيحتي اللي ما في عنده فكرة عن برنامج Lightroom إنه يشاهد الدروس السابقة راح أضع الرابط في أسفل الفيديو أيضا راح يظهر الرابط على الشاشة اليوم راح أستمر في التحدث عن قسم Develop وفي هذا الدرس ستحدث عن كيفية تحكم بالألوان تشبع الألوان ومساحة الألوان في الصورة اليوم في كثير كاميرات ممكن تنطيق تأثير نسميه Color Selective أو هو اختيار لون واحد مثلا إنتي حابب تصور الصورة وفقط تظهر اللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر إلى آخره فعمليا في كاميرات لتنطيق تصور وتختار لون واحد وتصور صورة اللي فيها مثلا فقط اللون الورد أو لون السيارة أو لون الشجر اللي هو الأخضر يكون بارز وباقي الصورة تكون أبيض وأسود معا هو نوع من التأثير بس دائما برجع لنفس النصيحة إنك تصور بصيغة رو أو منفات رو نرجع للدرس الخامس وكل تعديل تكون فيه عن طريق برنامج اللايت روم لأنه إذا أنت عملت هذا التأثير في الكاميرا عمليا فيش عندك أي إمكانية تقوم بأي تغيير لاحقا إذا أنت حبيت لأنه الملف سيكون جي بيك أو جي بي جي ورح يكون ملف مضغوط وصعب تغير فيه أما إذا سواء ترو ففي إمكانية أن يتحكم بالملف بشكل أكثر راح أفرجيكو الآن كيف فأنا موجود في قسم develop تحت هذا القسم سوف أختار سوف أقوم بفتح هذا القسم وهو H color B and white يعني اختصار لأبيض وأسود وعمليا في عندي هون عدة إمكانيات الإمكانية الأولى هي hue أي درجة اللون فرح نطلق عليها اسم درجة اللون الإمكانية التالية هي saturation أي معناها تشبع الألوان والإمكانية الثالثة هي luminance ومعناها الإنارة فعمليا في عنا هنا الإنارة تشبع الألوان ودرجة الألوان فعمليا خلينا لدينا نبلش في تأثير أو تشبع الألوان ففي عندي هنا صورة إذن ملاحظين إن الصورة هي أسود وأبيض وأن كل قيم الألوان هي ناقص 100 طبعا أنا قمت بها العمل فعمليا قيمة اللون تتراوح بين ناقص 100 وزائد 100 فعمليا إذا أنا كنت في ناقص 100 فتشبع اللون راح يكون منعدم يعني عمليا القيمة راح تكون أسود أو أبيض وإذا كنت زائد 100 فعمليا تشبع اللون راح يكون كامل فإذا ملاحظين كيف إنه كيف اللون بتغير فكما لحظوا إنه اللون الوردي هو أحمر فإذا قمت برفع اللون الأحمر فعمليا عملت تشبع كامل للون الأحمر وباقي الألوان في الصورة مازالة قيمته سلبية أو ناقص 100 يعني التشبع اللون منعدم فمن هون راح أرفع كل الألوان إلى زائد 100 فإذا ملاحظين إنه كيف الصورة صارت حدة الألوان كثير كثير قوية فالطبيعي إن تشبع الألوان يكون سفر خلينا أغير الأقام إلى سفر بشكل سريع فعمليا هذه الصورة بشكل قريب إلى الطبيعي فمثال أريد أن أظهر فقط اللون الأخضر الموجود في المنتصف فسوف أقوم بإلغاء جميع الألوان أو إلغاء التشبع لجميع الألوان ومن ثم سوف أقوم برفع اللون الأخضر بهذا الشكل فكما تلاحظوا أنه أصبح عندي تأثير مميز طبعا الأمر بيجي على طبيعة المشروع وطبيعة عملك وهدفك من التعديل فمثلا الآن قررت أنه التعديل يكون فقط على اللون الأخضر الموجود في المنتصف الآن سوف أنتقل إلى الإنارة وهنا أستطيع تحكم بإنارة اللون فمثلا لأنه عم أستعمل اللون الأخضر فأستطيع زيادة الإنارة كما تلاحظوا وتقليل الإنارة يعني فكر في الموضوع كمصباح تقدر تزيد كمية الضوء أو تقلل كمية الضوء الآن ننتقل إلى قسم مساحة اللون فهون بقدر تحكم في مساحة اللون بما أنه أنا عم بشترى اللون الأخضر وباقي وتشبع بباقي الألوان مش رح يكون مهم يعني إذا أنا غيرت اللون الأحمر هنا ببعض الشكل فيش أي فرق لأنه التشبع اللون الأحمر هو ناقسمي أي منعدم فعمليا التشبع الموجود أو اللون المتاح لي هو اللون الأخضر فبقدر أتحكم في مساحة اللون الأخضر فكما تلاحظوا أنه أيضا استطيع تحكم بقيمة الأخضر وهي بين ناقص مئة وزائد مئة فمثلا هذا التعديل مناسب لي خلينا نخذ مثال ثاني عندي هذه الصورة الحل في هذه الصورة أنه فيها كثير ألوان فمثلا بقدر أتحكم الوضع الطبيعي للصورة فعمليا هذا هو الوضع الطبيعي للصورة مثلا حابب أنه ألغي اللون الأخضر الموجود هنا فبقدر أجي لهون أعمل اللون الأخضر أزيله وأيضا أذهب إلى مساحة الأخضر وألغيها فعمليا ملاحظين أنه اللون الأخضر اختفى أيضا اللون البرتقالي الموجود هنا أستطيع أن يقلل من اللون البرتقالي أو الأصفر فإذا ملاحظين أنه صار في عندي النوع من التأثير أيضا ممكن أزيد الإنارة لون الأحمر بهذا الشكل وأيضا الزهري فعمليا صار عندي صورة تختلف كليا عن الصورة الأصلية إذا راح يبيني بشكل واضح على الشاشة فعمليا صار في عندي زي نوع من التأثير 3D أو طبقية بين هذا الجزء والجزء الخلفي مرة أخرى هذا الأمر برجع لطبيعي تعملك الصورة أخرى في عندي صورة هذه الوزة فمثلا أريد أن ألغي اللون الأخضر الموجود في الخلفية فسوف أذهب إلى تشبع اللون ومن ثم أقوم بإزالة اللون الأخضر بهذا الشكل فعمليا كما تلاحظوا أنه اللون الأخضر اختفى الآن سأجيك الفرق بين قبل وبعد فعمليا هذه الصورة قبل وهذه الصورة بعد التعديل فتلاحظوا أن اللون الأخضر قد اختفى طبعا كما ذكرت هناك بعض الكاميرات ممكن تعمل نفس التأثير بشكل أوتوماتيكي بس نصيحتي إذا صورت عن طريق الكاميرا ما في إمكانية تتحكم في تشبع اللون في إنارة اللون في مساحة اللون مفضلة تسويها هنا فمثلا هنا أستطيع أن أزيد كمية الأخضر بشكل قليل بهذا الشكل بهذا الشكل وأيضا أستطيع أن أغير الإنارة اللون الأخضر يكون أفتح عمليا إذا ملاحظين أنه قمت بإبراز الوزة بشكل أفضل مرة أخرى هذا الأمر برجع لطبيعة عملك وأيضا الإمكانيات الموجودة هنا رهيبة جدا طبعا أفرجيكم بشكل سريع بس بنصح أنك تجرب كل الإمكانية ممكن تغير كيف بدك ترفع الألوان تضغي الألوان وإذا حسيت أنك كثير كثير عجائت أو أنك كثير كثير خربطت بالصورة قم بالضغط على زر RESET أي إعادة الأمور إلى الوضع الأساسي فعمليا ضغط على RESET فالصورة رجعت إلى الوضع الطبيعي فعمليا هيك بكون إنتهى الدرس مرة أخرى برجع على نفس النصيحة إنك ما تمال تأثير أو تغيير على الصورة عن طريق الكاميرا إنما عن طريق برنامج اللايتروم أو الفوتشوب أو عن طريق الكمبيوتر وأيضا أفضل طريقة للتعليم هو أنك تجرب في النهاية بتأمل إنكم تكونوا استفدتم من هذا الدرس السريع رجع خاص إنكم تعملوا سابسكرايب واشتراك في قناتي في اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك وأيضا مشاركة هذه المواد مع أصدقائكم وأيضا اشتراك في موقعي ابوميلاد.com بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد ب体 payload ب شكرا وحاسب ترمي شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر